بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نشرح اليوم ان شاء الله نوضح لكم بيونة 35 بكتاب النحو عدنا اليوم اللي هو I'd better or it's time نشوف شنو الفرق وشنو فكرة هذه الكلمات I'd better or it's time ومن يقول لك I'd better بمعنى I had better هاي اول ملاحظة لازم تعرفونها بانه I'd better مو معناها I would ولا I could معناها I had had better had better had better طيب I had better do فعل مجرد يعني دائما من I had better وراها فعل مجرد اذا اول شغلة عرفناها بهذا اليوم بانه I'd better بمعنى I had better ويجي وراها فعل مجرد اول معلومة عرفناها بانه I'd better معناها I had better ويجي وراها فعل مجرد طيب خلينا نكتب ملاحظة تستخدم I had better تستخدم I had better عندما نريد القول عندما نريد القول يفضل استخدام الشيء يفضل استخدام الشيء واذا لم تفعله يفضل استخدام الشيء واذا لم تستخدمه واذا لم تفعله عفوا يفضل استخدام الشيء واذا لم تفعله سيكون هناك مشكلة او خطر يفضل استخدام الشيء واذا عفوا يفضل فعل الشيء يفضل فعل الشيء او القيام بالفعل او القيام بالشيء واذا لم تفعله سيكون هناك خطر او مشكلة سيكون هناك خطر او مشكلة اذا الايهاد بتر تستخدم لما يكون عندك خطر او لما يكون عندك خطورة او مشكلة يعني بشكل عام نستخدم الايهاد بتر نستخدم الايهاد بتر كتبونا هاي الملاحظة طيب خلينا ناخد امثلة وهي الامثلة لازم تحفظ 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 طيب عفو استاذ يعني هي ايهاد بتر الهاد اللي بالماضي التام seven من العلاقة بها لا هذا تركيب ايهاد بتر هذا تركيب ما العلاقة باي زمن يعني يعني شوفة الهاد ما لها دخل بالماضي التام لا لا ما لها علاقة بالزمن هذا تركيب يعني معنا يفضل استخدام الشيء او القيام بالشيء واذا لم تفعله سيكون هناك خطر او سيكون هناك можكلة يعني بس ما العلاقة لا بزمن ولا اي اشي يعني ما العلاقة طيب مثال عليها الخطورة اللي عندي مفتاح الحل اللي عندي بهاي الجملة هو سأكون متأخرا هذي الخطورة المطر هنا خطورة اي هاد بتر او يود بتر نفس الشي يعني اي هاد بتر استواب و لا تنسوا دائماً وراء الاهاد بتر يجي فيعل مجرد يجي وراء الاهاد بتر فعل مجرد الخزان سيكون فارغا الآن كلمة فارغا هي الخطورة فلذلك استخدمنا ملاحظة مهمة أخرى لنفي هذا التركيب نقول لنفي هذا التركيب نقول ايهاد بيتر نات طيب 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 الطاقة يبدو جيدة هل ستجدتها انا وضعها انتهى غالة الآن في هذه الجملة الطاقة لن تبدو مو مهم و خطوره وهو الغلاء لو الغلاء مو خطر عدكم يعني إذا وحدة عدها الخطر مو مهم يعني الغلاء مو خطر خلي تقول لي عادي مو مشكله إذن الغلاء يعتبر شي خطر لا تبدو بشكل خلص هاي كل اللي موجود عدنا الهنا مننسبة الهنا I had better بمعنى انه I had or you had يعني تغيير الفاعل نفس الشي يعني ما يأثر تغيير الفاعل لا تكتبونها ملاحظة ما يحتاج اصطانية معلومة اصطانية اكيد كلكم تعرفون الفاعل We had better gone out يعني ما كفت شيء يعني يستوجب نكتب ملاحظة وناخذ فكرة ونقراها فلا تقرونها اي شي ما عندكم هنا It's my trend تمطر How to take طبعا ماذا مثل ما تلاحظون يعني عادي كتبون ملاحظة لا يجب استخدام بعد البتر 2 لا يمكن استخدام بعد البتر 2 يعني من تحط 2 يالبتر غلط لم تتوك man ونقرين خير طبعا ونقرين ربنا results لـ وأذا لكم تتحطي حسنا يقول لك انه خطأ انه التوب الان راح ناخذ الهاد بيتر والشد يقول لك الهاد بيتر هي تشبه الشد بطنط اكزاكتل ذي سيم ويشد هاد بيتر فور اسبسيفك سيشويشن فور نات تنكس ان جنبال ويو كنوز شد تايب اف سيشويشن تجيب افنين او ادفايس طبعا هنا الهاد بيتر تستخدم فور اسبسيفك سيشويشن لموقف خاص موقف خاص بيعني انه هنالك سيكون خطورة اذا لم تفعل هذا الشي لايهاد بيتر احنا كتبنا ملاحظة عنها الشد وي النصيحة بشكل عام وعطاء الرأي فاكو فرق بينهم كلمة شد شوية عامة اما هاد بيتر فخاصة تخلينا ناخذ انثلة ونكتشف يقول ات سليت يو هاد بيتر قو الان هنا اكو خطورة لذلك يو هاد بيتر 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 اتسوى ان ترى انا انصحك تروح تشوفها يو هاد بيتر شخصة بالنسبة لأنكم اجبت تفضل من الفيلم ها ترا دير بارك ترا راح اضيع الوداية ما تشوف بداية الفيلم فانا اكو خطورة لذلك قيل ايهاد بتر فالجملة الاولة افتاح الحل هي ميس بيجينين ميس بيجينين هنا يقول اه اه انا اجد ان اتس شدها انا احبت تفضل اكنا اذا نام اذا هنا ايش هده هي نصيحة هاده المقارنة مهمة خاف تجيب لك يجيب لك الاستاذ قارن متجيك بالامتحان قارن من الجيد ان تذهب من الجيد ان تذهب يعني خافي يجيب لي غير فعل عادي بس اغير له اذا اجاب لي غير فعل اقول له من الشيء جيد ان اذهب بذا قايلي بلاي يقول له بلاي study study read ايشي من الشيء جيد ان تذهب من الشيء جيد ان تذهب ولكن لا مشكلة اذا لم تذهب الفيلم يبدأ ساعة 8 او نص من الجيد او من المهم يعني من المفترض انك تذهب اذا متروح سيكون هناك خطر او مشكلة اذا هذا هو خافي يجيب لك الاستاذ مقارنة هذا جواب نموذجي ومثل ما ذكرت لكم بالجملتين ذني عادي اجيب لك غير جملة الكلام الشيء الوحيد اللي راح اتغيره هو القو بالجملة الاولى اتغير القو حسب الفعل اللي عندي بالجملة لو قايل لي study حط له study لو قايل لي write اقول له write ايشي يجيب لي انا راح اخلي فاحنا نلاحظ بان الجملة الاولى بها نصيحة تروح او ما تروح بكيفك بس الجملة الثانية لا بها خطورة اذا ما تروح راح تصبح لك مشكلة او راح تسبب لك الى مشكلة طيب خلينا ناخذ see يقول it's time you can say it's time for somebody to it's time to go but you can say also it's time we went when you use it's time زادن past the meaning is a present تقول له ملاحظة تستخدم it's time تقول له ملاحظة تستخدم it's time للتحدث عن الوقت المناسب عن الوقت المناسب ويأتي بعدها ويأتي بعدها ويأتي بعدها ويأتي بعدها فعل ماضي ويأتي بعدها فعل ماضي ويأتي بعدها فعل ماضي يجي دائما وراها فعل ماضي ويأتي بعدها فعل ماضي بعد من بعد من وراء الاتستان ولكن المعنى هنا مضارع ولكن المعنى مضارع طيب إذن نستخدم بهذا التركيب بهذه الجملة قريبا We gonna have time You might wanna have time It's time to We gonna have time We wanna have time It's time to go It's time we went który It's time The We attack ترجمة نانسي قنقر 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 بدلا ما اقول اتس تايم اقول اتس اباوت تايم عادي مو مشكلة يمكن استخدام او يمكن القول اتس اباوت تايم بدلا عن الاتس تايم اتس اباوت تايم باوت تايم